هنحضر مع بعض النهاردة أطعم وأحلى صنية جلاش ممكن تكليها في حياتك طعمها حلوة قوي قوي الحشوة بتاعتها لذيذة وسهلة جدا جدا مش هتاخد معنا وقت خالص صنية الجلاش دي طعمها حلوة قوي قوي تحسوها كده مكس ما بين الجلاش وما بين البزبوسة أتمنى فعلا تجربوها تقول لي رأيكم في الكومنتات يهميني جدا جدا متأكدة أي حد هيجربها تعجبه قوي وكمان طريقة إعدادها سهلة وبسيطة جدا نبدأ كده في الصوتنا عطول بس ياريت تدعموا الفيديو دا باللايك وتشيروا لصة لكل أصحابكم أول حاجة هنبدأ بيها هي الشربات لازم الشربات معنا يكون تقيل وبارد هستخدم كده معاكم كبايتين من السكر وهضيف دلوقتي عليهم كبايتين من المياه معيار الكبالة أنا باستخدمها بالنسبة للسوائل 150 ميلي لتر ومن غير تقليب خالص هنرفعه معنا على النار ومجرد ما يبدأ في الغليان بضيف كده ليهم عصير لمونة كاملة وبعد ما بضيف عصير اللمون بخليه كده على نار علي لمدة خمس دقائية وبعد كده بضيف الفانيليا وكده الشربات يكون جاهز معنا تمام بنسيبه يبرد ونبدأ بقى نشتغل في الحشوة بتاعتنا الحشوة صهلة وبسيطة جدا جدا عبارة عن ايه؟ أول حاجة كده معايا كباية من دقيق السميد اللي هو سميد البزبوزة وهضيف دلوقتي عليه نص كباية من جوز الهند طبعا جوز الهند هنا ناعم لو عايزة تستبدل جوز الهند بأي مكسرات متاحة عندك مفيش مشكلة خالص بس هتطحانيها وتنعميها في الكبة الجلاش طبعا لازم أحط الفوتة بالشكل ده عشان يفضل طري معايا وانا شغالة فيه وحضرت دلوقتي كده معاكم كباية من السمنة البلدي طبعا بس سيحتها وهي برد دلوقتي معايا تماما وهبدأ دلوقتي اشتغل في الجلاش على طول الجلاش لازم نغلفه كويس جدا بالسمنة بالشكل تشوفه معايا ده وبعد ما بغلف الورقة كويس جدا بالسمنة بنبدأ كده ندي بقى كده اي رشة من الحشوة اللي احنا جهزناها مع بعض اللي هي عبارة عن السميد وجوز الهند هندي كده رشة هتشوف كده بدي رشة بإيديه مش أكتر من كده الطريقة سهلة جدا زي ما قلت لكم في البداية ومش هتاخد معكم وقت خالص والطعم رهيب هيعجبكم جدا بإذن الله كده خلاص انا رشيت الورقة معايا تمام وأبدأتنيها طريقة سهلة اوه زي ما هتشوفوا كده معايا ركزوا كده في الفيديو وشوف انا بعملها ازاي عشان بإذن الله تقدروا تعمليها طبعا في المرحلة دي من جهازة كده معايا صنية مستطيلة لازم هنا في الوصفة بتاعتنا نستخدم صنية مستطيلة على قد كده ورقة الجلاش يعني تجيب كده اي صنية عندك وتقيسي كده ورقة الجلاش عليها بحيث يطلق معاك مزبوط طبعا لو في ورقة مقطع بالشكل ده بنستخدمه عادي جدا ما فيش اي مشكلة خالص بدهم برضو كده الورقة زي ما انتو شايفين كده معايا كله بيشتغل معنا سواء مقطع او سليم كله بيشتغل معنا تمام بندي كده رشة معنا كده من السميد وبنبدأ نتنيها بنفس الطريقة اللي شفتوها معايا ان شاء الله كده الفكرة تكون وضحت لكم وتقدروا تعملها بإذن الله اتمنى لو وصلتوا للمرحلة دي ونسيت تحطي اللايك اتمنى تحطوا اللايك اللايك مجرد بيرفع الفيديوهات معنا فهتمنى ما تستخصروش فيها اللايك كده تمام جدا بروسها في الصينية كل واحدة بخلصها كده بحطها في الصينية بتاعتنا تمام هخلص بقى بقى الكمية كلها بنفس الطريقة اللي شفتوها معايا دي وعكا نشوفها نعمل ايه مع بعض هوريكم دولة الشكل الصينية بيكون عاملة ازاي خلصت لفة الجلاش كلها بنفس الطريقة وده كده شكل الصينية معنا بقى جب بقى كده السمنة وبالفرشة بنبدأ ندهن ايه وش يلقلاش معانا في المرحلة دي هندخلها بقى الفرن بتاعنا على درجة حرارة متين لمدة خمس دقايق وفي المرحلة اللي هتكون فيها في الفرن لمدة خمس دقايق هنبدأ نجهز كده خليط هيديلها طعم حلو جدا جدا وهيفرق في طعم الصينية دي معانا الخليط بتاعنا عبارة عن ايه معايا كده اول حاجة بيتين ومدام هنستخدم بيدي بقى لازم فانيليا هضيف دلوقتي كده عليهم رشة من الفانيليا وهقلب بقى البيدي ده كويس جدا طبعا احنا هنضيف حليب فبقلب بس البيدي الاول كده كويس جدا مع الفانيليا بربه كويس بالشوك او بأي مضرب يده ويعادي جدا وبعدها كان نبدأ نضيف له السكر والحليب كمية السكر اللي هستخدمها هي نص كباية من السكر النعم بالشكل ده وهضيف دلوقتي عليهم كباية من الحليب الحليب هنا دافي طبعا وكان مغلي واستنيته كده لما بقى دافي وبدأت استخدمه ليه دافي الحليب معنا عشان كده يدوب السكر كويس قوي وهضيف دلوقتي عليهم كده معلقة كبيرة من البيكنج بودر بقلب بقى الخليط كده كويس قوي وكده هو جاهز معنا تمام هنخرج بقى دلوقتي الصينية بتاعتنا من الفرن ونبدأ بقى نسقيها ايه بالخليط ده طبعا لازم تتأكديني غلفت الصينية كلها بالخليط اللي احنا عملناها مع بعض ودلوقتي هندخلها معنا الفرن على درجة حرارة 200 اول ما تاخد معنا لون من تحت هنفتع عليها الشواية وهوريكم دلوقتي شكلها عامل ازاي ما شاء الله حلوة جدا جدا واخدى لون ده بحلوة اوي عايز اقول لكم الجلاش من تحته من فوق واخد طبقة ارماشة حلوة جدا ومن جوة طريقة وطعمها حلوة اوي طبعا وهي سخنة كده بنسقيها بالشربات البارد الشربات طبعا هنا معانا بارد تماما هنبدأ بقى نسقيها بالشربات بالشكل ده نسيكم طعمة اي جلاش كالتو قبل كده طعمها حلوة اوي ما شاء الله الجلاش واخد معنا لون ده بحلوة جدا جدا التسوية بتاعته ممتازة هشوفوا كده شكل القطع معايا ما شاء الله واخدى معايا لون الده بمن فوق ومن تحت ومن جوة كده مستوية وطعمها حلوة جدا بإذن الله جربوها وتلا رأيكم في الكومنتات اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم كنا استفدتم منه ياريت طبعا لو عجبكم لايكوا شير لمطبخ ضعاء سليم واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة ومع الف سلامة حبيبي